السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكشري المصري بتاع المحلات نفس الشكل ونفس الطعم ونفس اللون ونفس الريحة بصوا يا جماعة والله العزيب حكا من الاخر ان شاء الله هتجربوا الطريقة بتاعتي فعلا طعمها طحفة وان شاء الله هتعجبك الطريقة وهيعجبك الفيديو وما تنسيش لو عجبك الفيديو وعجبك الطريقة تحطيلي اللايك وتكتبي لي كومنت حلوة عشان بيساعدني جدا لما بشوفه ويلا بنا اقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف الفيديو بتاعنا هنعمل ايه نهاردة اول حاجة بحب اعملها البصل بحب حمر البصل الاول عشان خاطر اغض الزيت والزيت دوت بعمل منه الكشري بتاعي كله اعمل رز اعمل مكارونا اعمل الصلصة الشطة بيدي نكهة حلوة اول الكشري فحمرت البصل زي ما انت شايفة كده انا طبعا كنت اعملها معاكم بارح على القناة او على البسج بتاع الفيسبوك فمش عايز اجبه لكم بقى تاني فحمرت البصل واصفيه كويس جدا كده من الزيت والزيت ده بقى اللي هعمل منه الاخلي النهاردة فطبعا ايه جيت اول حاجة بقى عن حمرت البصل بقى كنت نقع طبعا العدس لمدة نص ساعة وكمان الحمص برضو كنت نقعه لمدة نص ساعة صفت المية اللي كانت عليه وحطت مية جديدة وكمان حطت عليهم رش السكر ومعلقة صغيرة كامون وعلقت عليهم زي ما انت شايفة كده وهسيهم بقى لغاية لما يستوه المفروض كنت نقعتهم مدة اطول اكتر من نص ساعة بس انا بعش خاطر التصوير ودي الوقت والكلام ده كله فانا اعطهم نص ساعة بس بس زي ما قلتلك مية النقع طبعا بتصفيها وبتحط مية جديدة تسلقي فيها سواء العدس او الحمص تمام بعد كده بقى قلتها العين التاني اعم معاكم الصلصة جيت شوية من زيت البصل زي ما قلتلك ورحت جاية حطاهم سخنوا معايا نزلت عليهم بصلية متوسطة مقطعها بقطع صغيرة وكمان رشيت عليها شوية ملح عشان خاطر تسرع معايا عملية التحمير ويتدبل معايا بسرعة بالشكل ده تمام هضيف عليها بعد كده معلقة كبيرة كمان طوم وهقلبها كده مع البصلية تمام وكمان معانا معلقة صغيرة كسبرة برضو هضيفها مع البصل والطوم بتدي ناكها حلوة اول الايه للسلصة هحطها برضو عليها تقلبتين بس كده مش كتير يعني ادوك تقلبتين بس كده وهروح جاية نازلة عليها على طول بالسلصة بتاعت الطماطم بس كده تلواتي بقى هنعمل ايه كمان نحط بقى شوية فلفل اسود يعني برضو نص معلقة صغيرة فلفل اسود وكمان حطيت رشة سكر ان السكر ده بيكسر الحموضة بتاعت السلصة فلازم تغطيها تمام رشة كاية صغيرة يعني ربع معلقة صغيرة ورحت جاي مقلبها بالشكل ده وهسيها بعد السبك مع نفسيها هنا طبعا العدس كان خلاص استوى معانا زي ما انتم شايفين كده ونعمل مع بعض الشطة بالنسبة للشطة برضو حطيت الزيت بتاع البصل وروحت جاية حط عليها معلقة صغيرة طوم وهبدأ كده حمرهم كده مع بعض بالشكل ده وبعد كده هروح الجايبة بقى ايه هنجيب الشطة وهدى بقى حطها على الزيت اهو ربع كده ربع كباية شطة حطها على الزيت واشوحهم كده مع بعض كده تمام هكون مجهزة معايا كباية مية راح جاي حطها على الشطة وهسيبها بقى تغلي بقى لغاية لما تتقل كده معانا وتحس كده ان الزيت كله تلع على الوش والشطة تقلت كده معاك يبقى كده خلاص تمام هتطف عليها هوريكي برضو الكوام بتاحها عشان تعرفي ان انت تتوصل الكوام بتاحها يكون عامل ازاي وطبعا حطيت ملح وحطيت كمان كمون بس كده موضيفيش اي حاجة تانية اهو الزيت اللي على الوشة اهو زي ما انت شايفها كده وكده خلاص تقلت معانا وبقى ازاي الفول هتطف عليها وتعالي نشوف مع بعض الدقة هنعملها ازاي معانا الدقة زي ما انت شايفها معانا معلقة صغيرة طوم حطيت عليها معلقة كبيرة كمون وكمان نص معلقة صغيرة ملح هقلبه بقى مع بعض كده كويس تمام وبعد يبدأ بقى ايه نحصر مع بعض اللمون معي طبعا اربع لمونات بقى الطعام منصاص زي ما انتو شايفين كده هاصرهم بقى كده تمام طبعا القشرة ده مش منرميه بنشير في الفريزر بنعمل منه وصفات كتير جدا وبعد كده حطيت ربع كباية تاخل وكمان معلقة كبيرة من الكوركم وكباية مية وكده خلاص الدقة جاهزة معانا خلاص وزي الفل زي ما انت شايفها كده دقت الكشرة تمام معانا هنيجي هنا بقى نعمل الرز بتاعنا حطيت برضو الزيت بتاع البصل بيدي طعم طحفة جدا للرز وبعد كده نزلت عليه بنص كيلو شعرية طبعا بالنسبة للرز بتعملي مقدار الشعرية قدي مقدار الرز ده الكلام دوت في الكشرة بس مقدار الشعرية نفسي مقدار الرز يعني نص كيلو رز هتضيف عليه نص كيلو شعرية الشعرية مرت معانا روحت جاية حط عليها نص كيلو رز بعد طعم غسطه كويس جدا وصفيته ويروحت جاية حطى الملح وحطى الكمون وحطى الفلفل اسود وكل حاجة نص معلها صغيرة وهشوحهم كده على النار مع بعض كده بالشكل ده تمام بعد كده هضيف عليهم بقى ايه العدس زي ما انتم شايفينه كده وهقلبهم برضو مع بعض طبعا انا مصفيتش المية بتاعت العدس وزي ما قلتلك هم مستواش معي الاخر كان لسه فيه تكاية صغيرة جدا فانا قلت التكاية دي هكمل السوا بتاعه مع الرز والشعرية فيبقى تمام عشان الرز بقاش معجن بقى ولا كده والعدس يكون معجن معنا لا يبقى طالع كده مفلفل كده عالية او ما تبدأ تغلي معي عجام هدية عليها النار زي الشمعة لغاية لما تستوي معنا تماما بس كده كده بالنسبة الرز نيجي بقى هنا بناعم مع بعض المكارونة جبت حلت مية حيط على النار وحطت معلقتين زيت ومعلقة ملح هسيبها بقى لغاية لما تبدأ كده تغلي معي وبعد ما تغلي نشوفها نعمل ايه تاني كده خلاص غلقت معي اهو زي ما انت شايفها هضيف عليها بقى المكارونة الاسباكتة حطها الاول قبل المكارونة الصغيرة عشان المكارونة الاسباكتة بتاغط سيوها شوية عن المكارونة الصغيرة فراح جاي حطها الاول كده المدة يعني دقتين تلات دقايق كده وبعد كده راح جاي نازل عليها بمكارونة الصغيرة عادي خالص اعطيها عليها هيستوي الاتنين مع بعض ويبقى زي بعضهم بالزبط هقلبها كده بالشكل ده لغاية لما تستوي معنا وبعد كده بقى نبدأ نشوف مع بعض وانت هنعمل ايه تاني بس اهم حاجة وانت وهيقل المكارونة على النار لازم كل شوية تقلبي فيها عشان خط تمسكش كف بعضها وتبقى مش حلوة كده خلاص استويت خلاص المكارونة اروح اصفيها وحط عليها معلقتين زيت وبعد كده بقى احطها في الحل نبدأ بقى نغرف مع بعض بقى حطيت الروز زي ما انتو شايفين كده ما شاء الله عليه اللون بتاعه جميل جدا لو انت بقى مش عايزة المية بتاعت العدس دي وعايزة صفيها تمام بش مشكلة صف المية على العدس وحط العدس بس بس المية بتاعت العدس دي نكعة حلوة اوي كمان بتدي لون للرز حلوة اوي حطت المكارونة كمان بالشكل ده زي ما انتو شايفيها وبعد كده بقى ابدأ احط الاطباق بتاعتي وكمان احط العدس بالشكل ده برضو تمام واحط البصل ادي الطريقة بتاعتي النهاردة يراب بيكون عجبتكم سهلة وبسيطة وفعلا بكشري زي بتاع المحلات بالزرط نفريشة عنه اي حاجة زي ما انتو شايفينه ما تنسيش بالا والفيديو عاجبك تكتب لي كومنت حلوة عشان بسعدني جدا لما بشوفه وتديني اللايك الحلو برضو ميديك الحلوة والسلام عليكم ورحمة الله